كنون كويسين بقى لي كتير ما تكلمتش عن نصائح وتحجيرات الأبراج والنهاردة فيه 3 أبراج أو عايزين نتكلم عن ديسمبر يعني عن كانون الأول وإيه الأبراج اللي لازم تخلي بالها كويس جدا فيه والأبراج اللي يجب أن تحضر وعايزين نتكلم عن طاقات شهر ديسمبر والأحداث المسيرة والحركة الكواكب طيب أول حاجة عايزين نقول كل سنة كل موليد بورج القص طيبين عشان إحنا في شهر ديسمبر موسم آيات بورج القص يا رب يعني حقلك كل حاجة نفسكو فيها لازم خلاصين عقرب وكورنتلي قص طيب دايما يا جماعة بورج الجوزاء بيكون تعبان جدا في شهر ديسمبر يعني أول تحذير عايزين نقوله هنقوله الموليد بورج الجوزاء يعني أول بورج لازم يخلي باله كويس جدا من أول الشهر لحد يوم 22 ديسمبر هو بورج الجوزاء لأن بورج الجوزاء عنده معاكستين الشمس موجودة معاكست ليه في وشه في الدائرة الفلكية في بورج القص وتاني حاجة كمان إن المريخ موجود في القص طور الشهر فبرضو بيعملو شوية يعني أبس ان دونس فبورج الجوزاء بلاش قرارات مصرية بلاش قرارات انفصالات أي حاجة تخص الشركات بتاعتكو سواء شركات عطفية أو شركات مهنية أو شركات عملية احذروا منها وما تدخلوش في أي مهواشات بقى أو مشاكل من النطاق ده طيب ده نمبر وان نمبر تو بورج الحوت بورج الحوت بردو بورج شهر ديسمبر شهر مضغوط فيه أو عنده ستراس فيه مش أفضل الشهور بالنسبة لبورج الحوت وخاصة أول 22 يوم لأن بعد يوم 22 المفروض أن الشمس هتتتنين لبورج الجدي وكل سنة وكل موليد بورج الجدي مقدما طيبين فبورج الحوت هيكون أفضل بكتير جدا جدا آخر أسبوع وآخر 8 أيام في شهر ديسمبر أما أول 3 أسابيع هيبقى كله ضرب 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 يعني بورج الحوت هيبقى ستراس شوية عنده مشاكل كتير عنده حوارات كتير مطلوب كده أن هو يركز وحاجات تخص عيلته أو حاجات تخص مثلا تأخيرات في سفر أو تأخيرات هكتشف ناس كثيرة قوي على حقيقتها هيبقى عن أشخاص كتيرة مثلا كمعتقد الأشخاص دي قريبة منه فبورج الحوت ليس بالأفضل حال خاصة أول 3 أسابيع فمطلوب منه برضو يبقى عن الحروب والمواجهات والمشاكل وخاصة في البيت بتاعه أو في العيلة أو حاجات تخص نفسيا كمان بورج الحوت ليس بالأفضل حال ثالث بورج لازم برضو يخلي باله كويس قوي قوي بس طول الشهر هو بورج السرطان بورج السرطان من الأبراج اللي ممكن تكون تعبنة جدا جدا في شهر ديسمبر أو عندكم داي مشاكل تخص بيتكم تخص أولادكم تخص حياتك العاطفية حياتك العملية فبورج السرطان خليك low profile low profile يعني ما تدخلش في مشدات ما تدخلش في صراعات انت مش قدها مواجهات فبورج السرطان للأسف السرطان كمان أهمش أكون ناجتب يا جماعة أنت عارفين كده بس I have to be honest يعني بورج السرطان لشهر ديسمبر كامل وشهر جنيوري كمان كامل لازم يخلي باله ولازم يحضر ولازم يبعد عن أي مشاكل خاصة في الدائرة القريبة منه يعني انت لو دخلت في أي مشكلة يا بورج السرطان هتطلع انت الخسران وهتلاقي كده في تأخيرات وتحس الدنيا معاك سمعاك وسبيشري كمان من يوم 22 ديسمبر لحد يوم 22 جنيوري 2024 لأن في الفترة دي الشمس هتتناهل بورج الجدي هتبقى في وشك فده يبقى موقع صعب جدا جدا لموليد بورج السرطان طيب يبقى ده التالت قلولي يا جماعة بتبعوني من مدينة ايه ومن برد ايه وبريس كمان تعملوا شار كتير لأي حد دي علاقة بالأبراج دي طيب تالت بورج برضو عبدو أبسن داونس شوية بورج الجدي بورج الجدي أول ثلاثة أسابيع شوية ممكن عندك مشاكل في شغلك عندك مشاكل في التزامات جديدة مسؤوليات جديدة برضو صحتك خط أحمر يا بورج الجدي بورج الجدي انتبهوا على صحتكوا ابعدوا عن أي حاجات ممكن تدور صحتك حاجات لها علاقة بإدمان لها حاجات لها علاقة مثلا بتضمن حاجة مثلا بتصهر مود من صهر مود من علاقات مود من مثلا سجاير حاجات ممكن تكون بتدور صحتك فلازم تبعد عنها كمان عندك تغييرات كتير جذرية في حياتك يا بورج الجدي فخليك متأهب وخليك مستعد للتغييرات الجذرية مش أقول إيجابية بس طبعا بورج الجدي هو من أكتر الأبراج المحظوظة ولعندهم أنرجي حلوة جدا جدا آخر أسبوع في شهر ديسمبر ماشي؟ يبقى احنا كده تاني إن شاء الله بإذن الله الأبراج دي أنا ما أقول إحذروا يعني يعني بلاش خليكوا low profile يعني خليكوا هادين متاخدوش قرارات متسرعة سواء في حالاتك العائلية أو العطفية أو العملية لإني هيبقى الريتم بتاعك أو التمبر بتاعكو عالي طيب كمان يبقى الجدي برضو يخلي باله كويس قوي عندهم تغييرات كتيرة وعندهم ups and downs يعني شوية كويس شوية كويس شوية وحص وحش على فكرة عايزة أقول إن الموضوع ده بيعتمد على وجود الأمر يعني موقع الأمر برضو بيأثر على كل بورج من الأبراج يا جماعة يعني إحنا أكتر حاجات بتأثر علينا فيه الكواكب بتأثر على حياتنا اليومية زي الأمر الأمر موجود في برج طرابي بيدعم الأبراج الترابية والأبراج المائية الأمر موجود في برج ناري بيدعم الناريين والهوايين وهكذا فيعني الموضوع لي، هكذا لكن عليهم trustingよね أتمنى أن من يخ mundo يخって ages يعني أن العزراء يخ savings تعني tampoco إنه سترسد نفسي جيدًا حلو جدًا يعني برج العزراء بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله جيلكوا حلوة جدًا خاصة في آخر شهر عام شهر ديسمبر تسجد ايكو ستيبل بتسجد ديون فيه فلوس ما كانتش متوقعة ممكن تجيلكو اما العزراء هيبقى عندك سترس جدا في حياتك العملية يعني شغل كتير مطلوب منك حاجات كتيرة في وقت قليل فلازم تنظم وقتك لازم تنظم نفسك والعزراء كمان يعني عاطفيا او يعني من ناحية الاموشنال ممكن تبقى عندك فيه اوقات تبقى كون موسوط فيها جدا وعوقات انت متداق فيها قوي وبرج العزراء كمان من الابراج اللي عنده فلترة الناس كتير جدا في حياته على فكرة الجدي كمان هيفلطر الناس فيه ناس هتتخلى عنهم فيه ناس هتتبعد عنهم على فكرة العزراء في 2024 هي سنة تفلترة في حياتك يعني فيه ناس كتبت موجودة في حياتك هتبعد عنهم هتقرن انت مش هتكون قريب منهم تاني وناس كانت بعيدة عنك هتقرب منك فالحياة فيه ابسنداز طيب برج العقرب برضو سامهو يعني هو احسن من لان الشمس لسه خارج من برج العقرب وكمان فينوس داخل العقرب فالعقرب عاطفيا عنده انفراجات عنده كده يعني حيبقى افضل شوية من بعد يوم خمسة من بعد يوم خمسة ديسمبر عاطفيا وفي حياته الشخصية ونفسيا لان فينوس هيتنقل لبرج العرب من يوم خمسة لحد يوم تسعة وعشرين ديسمبر فالعقرب يعني عشان هو لسه خارج من الشمس كان بتدعم فيه كويس جدا بقاله شهر فهو احسن من الابراج دي طيب يبقى تاني الابراج التي يجب ان تحضر وتخلي بالها كويس جدا جدا هم تقريبا ستة ابراج يعني يتكير رقم واحد طبعا برج الجوزاء لان فيه معاكسة مواجهة من الشمس والمريخلي رقم اتنين برج السرطان طول الشهر يعني الجوزاء لحد يوم اتنين وعشرين هيبدأ اسرح شوية اما السرطان طول الشهر تلاتة الحوت اربعة الجدي خمسة العزراء الاتقين مقلتش التور لي يا راشا يا مراد عشان تور اراده هيبقى افضل بكتير جدا من الشهر الفات التور كان الشهر الفات شهر نوفمبر دايما يا شيحا خليكوا فاكرينه النقطة دي من افضل من اسوأ الاشهر واصعب الاشهر على موريب برج التور يعني كل نوفمبر انتو مش بيعدي بسهولة كل نوفمبر عندكو صعب شوية كل نوفمبر ببقى ل semi موريب برج التور فانت gay بضعكت في نوفمبر فانت خارج مدعوك already فانت بالعكس انت بتتراح معاكسة الشمس وتتراح معاكسات كتير جدا فالتور انت بتبدأ بقى تلملم أشلاقك في الشهر ده يمكن التور أفضل بكتير جدا في جنواري يعني التور برضو من الأبراغ اللي أحسن من يوم 22 من يوم 22 ديسمبر وشهر يناير أحسن بكتير جدا من ديسمبر للتور بس كده كده برج التور أحسن من شهر نوفمبر نوفمبر كان نوفمبر الأسود على المريك برج التور وقلو ليه الكلام ده مصبوط ولا لا It's better opportunity يا برج التور ان انت تلملم اشلاقك تحاول بقى عارف انت اللي هو ايه تحاول ان انت تحسن الاوضاع اللي بازت منك واللي تعبتك الفترة اللي فاتت قلو لي يا جماعة بتبعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه ويا جماعة هم صاريها مش باكسبت الناس بتبعتين هم عايزين يدخلوا اللايف انا بقى متحفزة عشان انا معرفش مين داخر طيب هو الناس اللي عايزين يقولوا ان احنا مش بنصدق في الابراج انا مش باكبر اي حد ما متفرج علي فالناس اللي عمالة تكتبلي احنا مش بنصدق في الابراج you're currently يعني requested to be out of my life خلاص الناس المقنع بكلامي انتو مش مقنعين بكلامي حاسين اتي هوا مش طبيعي وحاسيني بقول اي كلام خلاص don't follow me don't watch me خلاص انتو حرين الموضوع بسيط جدا طيب احنا قولنا الجدي والطور والعقرب والحوت والسرطان والجوزاء يخلي بالو طبعا احنا هنقسم شهر ديسمبر يا جماعة لقسمين القسم الاول من اول شهر حد يوم 22 ان في الوقت ده الشمس هتكون موجودة في برج القوس فده وقت دعم الابراج النارية يعني الابراج اللي عندهم شهر promising جدا جدا هما القوس والحمل والاسد شهر ديسمبر شهر supportive ليك وشهر داعم ليك وشهر بيديكو energy بيديكو طاقة بيديكو فرص حلوة جدا جدا اما الابراج الهوائية هما الميزان والجوزاء برضو سوري الميزان والدلو الجوزاء يقعد على جنب الميزان والدلو برضو بالنسبة لكم شهر بتلاعمل يعني حلو شهر كويس شهر promise بس اول 22 يوم بعد يوم 22 ديسمبر الشمس هتنالي برج الجدي فالابراج الترابية اللي هما الجدي والطور والعذراء هما الاكثر حظا في الوقت ده في حاجة تانية في فيديو هنتكلم عنه بالتفاصيل يا جماعة عن تراجع كوكب عطارد عطارد متراجع من يوم 13 يعني اول 12 يوم حاولوا تنجزوا فيها كل حاجة انتم عايزين تخلصوها لان من يوم 13 في تراجع في كوكب عطارد فممنوع اي بدايات جديدة ممنوع مقود جديدة ممنوع اي حاجة تخص بدايات عطفية ولا عقد قران من يوم 13 لحد يوم 22 الفترة دي ليست يعني هو تقريبا من يوم 12 او 13 فترة دي ما ينصحش باي بدايات جديدة وهنعمل فيديو نتكلم فيه بالتفاصيل عن تراجع كوكب عطارد بشكركم انا قررت جمع ان ارجع عامل لايف تاني على الانستجرام عشان انا الانستجرام بتاعي واقع كده الفترة اللي فاتت عشان بطلت عامل لايف شو هي وكنت مختفية للظروف العائلية انا عارفة ان شهر يعني دعولي كده ان الظروف العائلية دي تخلص لان انا شهر اكتوبر ونوفمبر كانوا صعبين عليها جدا جدا كراشا تحياتي العائلية والشخصية فأم تراين باك يعني ان انا ارجع تاني طيب يا جماعة الناس اللي بتقولي على الكلابراشن عشان الناس بتبعاتي على الموضوع الكلابراشن او الساشن اللي هي بتكون برايفت يعني بليز تبعتولي على الايميل مش على الاضرز عشان انا مش مش بشوف الاضرز على طول وشكرا كل الناس اللي عمليين يقولي يلوك جود الحمد لله شكرا thank you i love you all وشكرا وابليز يا جماعة تتكر الابراج الست ابراج اللي قلت يا خبالهم قائز جدا جدا فترة قادمة يعني ريحوا كده الشهر ده بلاش مشاكل بلاش حوارات عدي يا ليلة نعدي الاول 22 كده من ديسمبر عدي يا ليلة بسرعة كده وان شاء الله بازن الله كل حاجة هتكون كويسة ودايما افتكروا تفاقلوا بالخير يتجدوا يعني انا مقتنعة جدا جدا ان كل ما انت هتكون متفاقل باللي جاي كل ما هتجيلك هيكون حلو يعني بعيدوا عن التشاقم بعيدوا عن الطاقة الصلبية يا جماعة الطاقة الصلبية دي بتخرب حياة ناس كتير جدا جدا صدقوني شكرا i love you god thank you كل حد كتب لي كلمة حلوة في اللايف شكرا من كل قلبي bye